والشعب المصري على بعد أيام من انطلاق مرس انتخابي جديد أو عادة انتخاب رئيس الكمورية لمدة 6 سنوات والحقيقة أنه العملية الانتخابية الحالة الانتخابية المشهد الانتخابي توارى خلف الأزمة الفلسطينية ولم يعد يهتم الشعب المصري إلا بالقضية الفلسطينية قلت هنا من قبل أنه من يتعاطف مع الفلسطينيين ومن يعني ينتقد ويواجه الإسرائيليين عليه بالحفاظ على المشروع الوطن المصري ومن أراد أن يحافظ على المشروع الوطن المصري عليه أن يعيد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي ويخرج إلى صندوق الانتخابات ليس في نزه وإنما من أجل الحفاظ على ثوبت الوطنية كيف قراءة المشهد الانتخابي بشكل عام وكيف طرق هذه النداءات الرخيصة لمحاولة تشويل عملية انتخابية من بعض الناس الذين يعني كنا نحسابهم على جانب واطن رغم خلافاتنا السياسية معهم يعني الحقيقة أولا احنا عندنا أربع مرشحين الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيد حازم عمر دكتور عبدالفتاح السيسي واخونا فريد زهران الحقيقة أنا كنت بتمنى أن يكتمل المشهد كمان كنت أتمنى السيد النائب أحمد طنطوي النائب السابق أن يكون في المشهد أن يقدر يوصل يجيب توكلات ويوصل في المشهد وانا بالمناسبة دي الحقيقة أنا بوجه رسالة لكل إخواننا اللي بينتقدوا أحمد طنطوي في موضوع زواجه من زميلة رشا انديل أنا بتمنى أن القاصة نركنه على جنب خلينا في العموميات وده الحقيقة لأننا شفت معمول ترند يعني الفاظ وشتائم لا يتوجب على النخبة ولا يتوجب على الناس موجودة في الفيسبوك أن تتناول أمر خاص هذا أمر خاص أنا بهنيه وربنا يكرمه وربنا وفاه كنت أتمنى أن يكون في المرشح رئاسي موجود لكن اللي حصل ده حصل اللي أنا شايفه مش فاضل الرئاسة مش فاضل الرئاسة بتجوز هذا حقه أستاذ نشان اللي أنا شايفه المشهد اللي أنا شايفه بشكل عام اللي أنا شايفه بشكل عام